السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نتحدث عن باروغراف أهم باروغرافات unit 7 نتعرف مع بعض على أهم باروغرافات الوحدة السابعة للصفة السادس الابتدائي So let's start it together باروغراف الأول ممكن نولى لإيباء Ancient Egyptian Artifacts يعني القطع الأثرية الخاصة بمصر القديمة ممكن نقولها الطريقة تانية Artifacts from ancient Egypt أو قطع أثرية من مصر القديمة طيب في الاروغراف ده هنركز على ثلاث جمل يا جماعة الجملة الأولى والتانية هنستخدمهم مرة واحدة فقط بينما الجملة التالتة هنستخدمها كثير جدا طبعا ونركز عليها الجملة الأولى بعنوان ايه أو بمعنى ايه معناه يوجد من ايه يوجد الكثير من بعد كده هاخدها من العنوان يوجد الكثير من ايه من القطع الأثرية من مصر القديمة يبقى أخدينا من العنوان معناه يوجد الكثير من القطع الأثرية من مصر القديمة الجملة الثانية عايز اقول ان القطع الأثرية دي مش بتاتلف بتستمر الفترات طويلة يبقى هذه اللي هنركز عليها جماعلا دي هنستخدمها كثير جدا معناها كانوا يستخدمون ما ننساش ان المصرين القدماء كانوا بيستخدموا بعض المواد الخام كود لايست فوريفر يعني ممكن تستمر للأبد منها مثلا الجرانيت الجرانيت اللي هو الجرانيت ده بنوا منه البارامات الأهرامات استخدموا كمان الكلي اللي هو السلصال وكانوا بيصنعوا منه الباتس الأواني وما ننساش ان هما كانوا بيستخدموا الجولد الزهب ليه لانه كان ديورابو ديورابو يعني متين بيتحمل طيب كل ده هننعملها في جملة باستخدام ايه زي يوزد زي يوزد او انشنت ايجيبشن يوزد يبقى كانوا يستخدمون مواد خام هنروح مكمل الجملة كده يمكن ان تدوم للأبد الجملة اللي بعدها هقول كانوا يستخدمون الجرانيت لبناء الأهرامات الجملة اللي بعدها كانوا يستخدمون السلصال لكي يصنعوا الأواني وكانوا بيستخدمون الذهب لانه كان متين قوي التحمل ويتحمل ما ننساش طبعا زي بعض الجمل الأساسية اللي نركز عليها اللي عايز يضيف جمل تانية اللي عايز يبدل من الجمل دي ياخد منها وكان ما فيش اي مشكلة يا جماعة ده وطبعا كل واحد بيكتب بطريقته ده وطبعا كل واحد بيكتب من البروغراف المهمة جدا بيتكلم عن اللي هي الحيوانات الأليفة في مصر القديمة ممكن يجي كده أو كده هو هو نفس الموضوع بس ياريت ما نكتبش عن الكاتس بس ونسيب بقى الحيوانات الأليفة لان في مصر القديمة كان في حيوانات أليفة كتير مش بس كاتس يا جماعة اوكي يعني حاولوا تنوعوا في الجمل بتاعتكم طيب هنركز على جملتين تقريبا تسعين في الماء من البروغراف هيمشى على الجملتين دولة الجملة الاولى زي زي يعني كانوا يحبون ويجي بعديها بقى الحيوانات او الطيور اللي كانوا بيحبوها كانوا يربون ويجي بعدها بقى الحيوانات والطيور اللي كانوا بيربوها يعني موضوع سهل جدا زي لفض جملة كلنا عارفينها زي جملة اسهل منها كمان كانوا يربون او يحتفظون به طيب نبدأ البروغراف مع بعض اول حاجة هقول ان كانوا بيحبوا بيحبوا الحيوانات يبقى استخدمنا لفضها يا جماعة كانوا يحبون الحيوانات طيب عايز يقول ان كانوا بيحتفظوا به حيوانات كتيرة جدا كحيوانات اليفة يبقى المرة دي بدلا من زي لفض هنخليها زي كابت زي كابت العديد من الحيوانات كحيوانات اليفة طيب زي ايه كانوا يحبوا القطط يبقى نرجع لزي لفض ثاني كانوا يحبون القطط جملة عادية جدا وسهلة يريد نقول السبب لان هما كانوا بيعتقدوا ان الكاتس ممكن تعتني بيهم بكااز زي كود لكافتر زم طيب كانوا يحتفظوا بايه تاني غير الكاتس اه ده حاجات كتيرة جدا زي كابت منكيز رود هبوز أفرس نهر وحيانا لايونز أسود يا جماعة وضع كبير قوي زي كابت منكيز هبوز ويبقى استخدمنا قملة زي كابت يعني كانوا يحتفظون بيه او كانوا يربون طيب كانوا يحبوا الطيور او يبقى نرجع للفد تاني كانوا يحبون الطيور ايضا وكانوا بيحبوا اي من الطيور الآيبس الآيبس والفالكنز اللي هو السقورة رجعنا جملة زي لفد تاني معناها كانوا بيحبوا الآيبس والفالكنز حاجة في الآخر بقى واقول ان الآيبس ده بقى كان بيرمز للحكمة ذي آيبس ريبريزنتد ريبريزنتد معناها كان يرمز لي ذي آيبس ريبريزنتد واسدم ان انشنت ايجبت كان يرمز للحكمة في مصر القديمة ده طبعا بيتكلم عن المعادن في مصر القديمة طبعا احتاج مننا حفظ شوية بس يا جماعة برضو جملة زي يوز دي هتسهل علي الموضوع جدا الجملة دي مهمة جدا في هتستخدمها كتير في هتستخدموها مع استخدمناها من شوية مع هنستخدمها مع وممكن تستخدموها مع يعني مهمة جدا جملة زي يوز دي يعني كانوا يستخدمون زي يوزد بعدها الشيء وبعدها الفعل في المصدر يبقى دي الجملة الاولى اللي هنركز عليها طيب الجملة التانية معناها المصرين والقدماء فاوند يعني يعني وجدوا وجدوا ايه؟ وجدوا الماتل وجدوا المعدن والمكان هم وجدوا فين؟ وجدوا في الصخور كانوا بيلقوه في الصخور وبدأوا يستخدموا استخدمات كتيرة جدا عشان كده هنقول بقى زي يوزد طيب نمشي واحدة واحدة في بداية البارغراف هنقول المصريون القدماء وجدوا المعدن في الصخور ايه واحد يقول لي طب والله انا مش عايز احفظ ارقوم اوكي انا معيك ارقوم طبعا مش وقت ارقوم في الحالة دي التامية حوش كلمة وخليها الاف السنين منذ الاف السنين يبقى ايه؟ ايه؟ كان فاش اي مشكلة منذ الاف السنين لو مش عايزين تحفظوا الرقم انا شايفه سهل يعني طيب بعد كده بيقول ان ده كان صلبي جدا اكثر من الحقورة نفسها كان صلب اكثر من الحقورة كان صلب اكثر من الحقورة نبتدي بقى في جملتنا الجوكر بقى الجملة الجوكر لنستخدمها كثير يبقى كانوا يستخدمون المعدن لصنع الادوات نعمل جملة كمان زي وكانوا يستخدمون المعدن لصناعة الاسلحة تمام يبقى كانوا بيستخدموا في صناعة الادوات وفي صناعة الاسلحة طيب لما نصنع ادوات واسلحة نقدر نعمل ايه؟ نقدر نصطاد ونقدر نزرع كاي يعني كانوا يستطيعون هانت هو يصطاد ويزرع طعام جملة قديمة جدا طيب نرجع لزي المعدن دي كانت بتشمل حاجات كثيرة جدا يبقى كانوا يستخدمون الذهب لكي يصنعوا المجوهرات وكانوا يستخدمون الفضة ولكن كانت نادرة شوية بالنسبة لهم في النهاية نقول كمان كانوا يستخدمون الامر من كرافت اسمان لنستخدم المعدن العديد من الحرفيين كانوا يستخدمون الامر لصنع التمثيل موضوع زي ما انتو شايفين يا جماعة واستخدمنا جملة كتير جدا واتعرفنا على استخدامات المتال بدأ يركز لي على يعني الحديد الحديد في مصر القديمة احنا خدنا المعايد عموما بعدين بدأ يركز لي على الحديد بقى طب برضو من الجملة الرئيسية ايه زي يوز زي يوز دي يا جماعة دي موضوع مهم جدا زي يوز دي هتفضل معنا على طول في الوحدة زي يوز دي يعني كانوا يستخدمون ما ننسيش طيب في جملة تانية ايرون واز ايرون واز او ات واز طبعا ما ممكن نحط ايرون ممكن نحط ات عادي راي ايرون واز ممكن يجي معها تلات حاجات ممكن نقول ان الايرون واز راي اه يعني ايه يعني الحديد ده كانوا بيجبوه من الميتورايتس من النيازك دي جملة يبقى ايرون واز اول مرة تانية ايرون واز فرام ميتورايتس ادي جملة جملة تانية ايرون واز بريشوس بريشوس يعني يعني ثمين الحديد كان كان ثمين هدي جملة ثانية كويسة نعمل جملة تالتة كمان ايرون واز رايير ات واز رايير ات واز رايير ات واز رايير كن نادر اوكا يبقى تلات جمل بايه بايرون واز او ات واز زي ما اتفعنا يبقى نستخدم زي يوزد طبعا في اكتر من جملة ما ننساش و ايرون واز في تلات نمتد نمشي بقى هنا في بتاعنا في البداية هنقول بقى ان المصريين والقدماء كانوا يستخدمونا اوكا حاكتين الكابر ام برونز كابر لو نحات والبرونز بفور ايرون قبل الايه قبل الحديد يبقى زي اينشينت ايجيبشنز يوزد او احنا اتفعنا يوزدها يوزد يعني استخدموه كابر ايند برونز بفور ايرون بفور ايرون يعني قبل الحديد عايزنين نستخدم يوزد تاني بقى عايز اقول ان هما كانوا بيستخدموه الحديد من الاف السنين يبقى يوزد ايرون ياريت نحفظ الجملة دي ونستخدمها بقى مع المتل ومع الايرون ومع السيلفر نثبتها يبقى زي يوزد ايرون يعني كانوا بيستخدمو الايرون او الحديد او بعض من الحديد كان من النايازك بعض الحديد اللي كانوا بيستخدموه كان من النايازك زي مايند ايرون فروم زي جراوند تو وكانوا كمان بيبحثوا عن الحديد في الارض بس طبعا مشكلة الحديد انه محتاج ايه محتاج نار عالية جدا نار جمدة جدا نار شديدة عشان يبتدي بقى يذوب ونبتدي نشكله ايرون واز اه ايرون واز يعني كان ثمين اكتر اكتر من الدهب يعني كان عندهم الحديد ده اهم من الدهب واغلم الدهب لانه نادر ما كانش كتير لانه كان نادرا الاخير يا جماعة ما ننسيش بيتكلم عن الفضة في مصر القديم اكيد طبعا هتقول لي زيوز برضو او زيوز ده نستخدمها جماعة كانوا يستخدمونه في هنستخدمها اكتر من مرة دي جملة مهم ما ننسيش كمان زي بروت ات فرم زي بروت بروت يعني كانوا بيحضروا ات اللي هو السيلفر فرم من كانوا بيجبوه من زي بروت ات فرم كانوا يحضرونه من زي بروت ات فرم اما الجملة الثالثة اللي هنركز عليها لم يكن هناك الكثير من المناجم مناجم السيلفر مناجم الفضة طيب سوف نبدأ في بداية الفقرة هنقول ايبا هنبتدي نقول ان هما بدأوا يستخدموا السيلفر منذ آلاف السنين الجملة اللي هنسبتها دي انشنت ايجبشنز ستارتد يوزن سيلفر ساوزنز او يرز او بدأوا في استخدام السيلفر ساوزنز او يرز او من آلاف السنين هل كان في مناجم السيلفر ما كنتش كتيره كتقول اييه لا لم يكن هناك الكثير من مناجم الفضة في مصر طيب مفيش فضة نعمل نشتريها نحضرها من برا من البلاد التانية يبقى احضروه من بلدان اخرى نبتدي بقى نركز على استخدامات يا جماع كانوا يستخدمونه يبقى كانوا بيستخدموا الفضة في صنع الجولوري المجوهرات ايضا المرايات المرايات كانوا بيستخدموها من الفضة كانوا بيستخدموا صفائح الفضة لتزيين التمثيل بس كان في مشكلة في الفضة بقى عغير الدهب الدهب كان لو انتو فاكرين يعني متين وبيعيش وبيستحمل لا الفضة دي ما كانتش متينة فكانت بتتدمر بسهولة بتتلف بسهولة بسبب الاملاح فبيقولي ذا الأملاح في المقابر دمرت الكثير من السيلفر لن نرى الكثير من الفضة اليوم كما طبعا في الخطسة بالفرعنة لذا هذا الاند من الفيديو انا اتمنى ان تشاهدوا الفيديو لا تذكر ان تشاهدوا الاشتراك في القناة و تفعيل القرص لان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة اولا باول يريد لو عقبنا الفيديو و استفدنا منه نشار الفيديو الاصدقائنا و نعمل لايك لي الفيديو لذلك شكرا للمشاهدة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته